دلوقتي نروح نتحرف على الأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله ومن أهم هذه الأخبار إطلاق فعليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دورته رقم 6 في شرم الشيخ والمركز القومي للترجمة حيطرح تخفضات 40% على جميع إصداراته وده بمناسبة اليوم العالمي للترجمة بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة فهيتم إطلاق فعليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دورته السادسة وهيستمر لمدة يومين في شرم الشيخ المؤتمر هينائش التحديات اللي بتوجهها أنظمة التقاعد بالعالم العربي وكيفية التغلب عليها بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين العرب وممثلين عن منظمات وشركات دولية النهاردة هتشارك وحدة المؤتمرات بالمركز القومي للبحوث في الاحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية واللي بيقام كل سنة على مستوى دولي لدعم الرضاعة الطبيعية وهيتم تنظيم ورشة عمل حول دعم المرأة وتعزيز صحة الأطفال بمناسبة اليوم العالمي للترجمة النهاردة المركز القومي للترجمة هيطرح تخفضات 40% على جميع إصداراته من النهاردة والحد يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر النهاردة